السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هناخد الدرس التالت تقدير الاعداد الكسرية خليني بس افكرك بالانصاف يعني نص الاربعة اتنين نص الستة تلاتة نص التمانية كأنك بتقسمها على الاتنين اربعة نص العشرة خمسة نص الاتناشر ستة لكن لو هاجي اقولك نص الخمسة طب نص الخمسة جنيه يبقى انا اتنين ونص وانت اتنين ونص يبقى نص الخمسة اتنين ونص طب نص السبعة تلاتة ونص نص التسعة اربعة ونص طب نص الحداشر افرد انت جالك رقم مش عارف تجيب نصه هتعمل ايه ارجع خطوة وهات النص بتاعها يعني انت مش عارف تجيب نص الحداشر بس لو رجعت خطوة هتبقى عشرة مساعدها تعرف تجيب نص العشرة نص العشرة خمسة فيبقى نص الحداشر الخمسة وهتزود عليها نص جنيه هتبقى نص الحداشر خمسة ونص طب نص التلاتاشر انا مش عارف اجيب نص التلاتاشر اعمل ايه ارجع خطوة فبقت التلاتاشر دي اتناشر نص اللي اتناشر ستة فتقول ستة ونص وبفكرك برضو بالكسور المرجعية الكسور المرجعية اللي عندك صفر اللي هو ما جابش حاجة خالص او جايب نص الدرجة نص او جايب قرب الدرجة النهائية واحد صحيح طيب قبل ما نكمل عشان اضمن لك انك مش هتحتاج تاخد درس خصوصي في الرياضة يبقى لازم تكون مشترك معنا في القناة ومفعل الجرس ولو انت على الفيسبوك اشترك في الجروب اللي احنا بنذكر فيه وبعد ما تخلص اي فيديو انزل تحت في صندوق الوصفة هتلاقي لينك الامتحان تدخل تحل الامتحان عشان تطمن ان انت فعلا فهمت الدرس وقادر تحل عليه ويلا تعال عشان نفهم الدرس يجي يقول لك استخدم الحس العددي لتقدير قيمة الرمز المجهول وجايب لك السبعة وايه على تمانية اكبر قليلا من السبعة ونص فان تقدير قيمة الايه واحدة واحدة سيبك من الكلام ده وخليك معايا في العدد الكسري ده والعدد الكسري ده ده كده كده سبعة وده كده كده سبعة يبقى لما تيجي تبص تبص على ان ده نص وتمسك الكسري ده طيب لو مسكنا النص فحق الله بتاعه ان هو الطالب ده يجيب نص الدرجة الدرجة من تمانية فهو عشان يجيب نص التمانية فالولد ده جايب اربعة من تمانية ده ده حق الله بتاع النص بس هو مش عايز النص بالزبط هو عايز اكبر قليلا طيب خلي بالك بقى من حاجة انت مش هتقدر تكتب الاربعة ذات نفسه وفي نفس الوقت لازم تعرف حاجتين لما يبقى المجهول في البسط البابا بسط البابا بسط ده بيسمع الكلام به وبه والمقام مش بيسمع الكلام ميم وميم فالمفروض حق الله بتاع الايه باربعة بس هو مش عايزها بالزبط هو عايز اكبر قليلا والايه دي في مكان البسط يعني بيسمع الكلام طالما هنا قال له اكبر فالبسط هيقول له حاضر فهيعل عن الاربعة وياخد الخمسة فتبقى الاجابة خمسة فعلى تاني هنا عندك ايه هو بيقول لك يساوي بس مش يساوي بالزبط الاربعة يساوي تقريبا سيبك من تقريبا دي دلوقتي انا عايز العدد الكسري ده يساوي اربعة طيب ازاي العدد الكسري ده هيساوي اربعة لو الكسري ده يساوي الدرجة النهائية عشان يبقى الكسري ده درجة نهائية واحد صحيح وساعتها التلاتة والواحد يدون الاربعة طيب امتى يحصل الكلام ده لو البيل لفوق تسعة علشان يبقى الطالب ده واخد تسعة من تسعة الدرجة النهائية بواحد صحيح ده التسعة ديه لو قال لك يساوي اربعة لكن هو بيقول لك يساوي تقريبا يعني لقى الاكبر ولقى الاقل فانت هتعمل ايه؟ مش هناخد التسعة ذات نفسها لكن ممكن ناخد رقم اكبر منها او رقم قبل منها يعني التمانية قبل منها صح او العشرة اللي بعدها صح ده على تاني تلاتة وبي على تسعة وعشرين يساوي تقريبا تلاتة وثلاث تربع كده كده دي تلاتة ودي تلاتة خلص مش مشكلة احنا بقى عايزين بي على تسعة وعشرين يساوي تقريبا التلات تربع طيب التلات تربع أعلى من النص يعني انت لما يبقى عندك بيتزاية ده كده نصها لكن دول كده تلات تربعها طيب واحدة واحدة هي الدرجة النهائية من كام من 29 يعني ده الكل اللي هو الواحد الصحيح الدرجة النهائية 29 من 29 طيب نص التسعة وعشرين كام لا والله يا ميس انا مش عارف اجيب نص التسعة وعشرين ما فيش مشكلة ارجع خطوة خليها 28 نصها كام التمانية وعشرين دي والله التمانية نصها اربعة والعشرين نصها عشرة يبقى كده على بعضها 14 دي الاربعتاشر دي نص التمانية وعشرين لكن نص التسعة وعشرين يبقى اربعتاشر ونص طيب لما هنا اربعتاشر ونص وهناك تسعة وعشرين والصفر الكسر المرجعي الاخير طيب فلو تخيلنا خط اعداد مرسوم ما بين الاربعتاشر ونص والتسعة وعشرين وان دي الارقام اللي موجودة ما بينهم فين بقى مكان التلات اربع ده؟ خليك فاكر ان التلات اربع ده نص النص التاني يعني ايه؟ يعني ده كده اسمه النص الاولاني وده كده اسمه النص التاني طيب بين التلات اربع في نص النص التاني يعني انا هاجي هنا ده النص التاني في النص تقريبا كده في مين؟ في واحد وعشرين او اتنين وعشرين يعني معنى كده ان السؤال ده مفوش اجابة واحدة محددة لا توجد اجابات اخرى صحيحة يبقى احنا كده خليك فاكر ان التلات اربع دي نص المسافة بتاعت النص التاني فلما يجي يقولك تلاتة وكي على تلاتة وعشرين يساوي تقريبا تلاتة وثلات اربع دي تلاتة ودي تلاتة خلاص صيبك منها الدرجة النهائية من تلاتة وعشرين وقاجي الصفر طيب خلينا نشوف فين نص الدرجة يعني نص التلاتة وعشرين يبقى الطالب ده جايب كام؟ او والله انا مش عارف اجيب نص التلاتة وعشرين فممكن ارجع اللي هي كام؟ اتنين وعشرين نص اللي اتنين وعشرين كأنك بتقسم اللي اتنين وعشرين على اللي اتنين فيها الحداشر يبقى كده التلاتة وعشرين نصها ايه؟ الحداشر اللي احنا جبناها ونص ايه دي الحداشر ونص اتفقنا ده كده النص الاولاني من الدرجة وده النص التاني فين التلات تربع؟ فينص النص التاني طيب تعال نشوف اصلا الأرقام اللي ما بين الحداشر ونص والتلاتة وعشرين آجي الأرقام اللي ما بينهم بالترتيب في النص المسافة تقريبا اهي يعني تكتب السبعتاشر صح تكتب التمنتاشر صح طيب تعال بقى للمقام لو انا جيت قلتلك عشرة وثلاثة على سي اقل بشكل طفيف من عشرة ونص طيب واحدة وحدة ايه دي العشرة هنا وهنا النص حق الله بتاعه ان الولد ده يبقى جايب تلاتة من كام تلاتة من ستة ده حق الله لكن هو هنا مش عايزه بالزبط هو عايز اقل بشكل طفيف طيب واحدة واحدة المقام لما يبقى مجهول مش بيسمع الكلام مش بيسمع الكلام يعني ايه يعني انا هنا طالب منك اقل فانت هتقوم عامل ايه عاكس معلي فهتاخد مين هتاخد السبع ده على تاني اتنين وعشر على اف اكبر قليلا من اللي اتنين ونص اللي اتنين دي هي هي اللي اتنين دي طيب كويس جدا النص حق الله بتاعه ان الطالب ده يبقى جايب عشرة من كام لو هو جايب النص عشرة من عشرين طيب ده حق الله بتاعه هو هنا ايه بيقول لي اكبر والمجهول اللي هو الرمز اللي بالانجليزي موجود في المقام ولا البسط لا موجود في المقام والمقام مش بيسمع الكلام فبدل منها عملها اكبر زي ما هي مكتوبة لا هعملها اقل طيب حق الله بتاعها عشرين يبقى مين اللي اقل منها التسعتشر صح او التمنتاشر برضو صح طيب جميل يجي يقول لك واحد وتمانية على دي يساوي تقريبا واحد ونص ثانية واحدة اليساوي بجد وبحق وحقيقي ان الطالب ده جايب نص الدرجة فهو كأنه كده جايب تمانية من كام تمانية من ستاشر هو بقى بيقول لك ايه قال لك اكبر لا قال لك اقل لا هم قال لك ايه يساوي تقريبا فانا مش هقدر اخد الستاشر زت نفسها بس ممكن اخد رقم قبلها او رقم بعدها فانا ممكن اخد بعدها السبعتاشر او قبلها الخمستاشر لكن الستاشر زت نفسها ما اقدرش اخدها بسبب كلمة تقريبا طيب خمسة وعشرين على جي بيقول لك ايه اقل قليلا من الستة سيبك من اقل قليلا دي لو بتتكلم على الستة بحق الله فكده كأن الكسر كام او الله صحيح خمسة فاحنا محتاجين الكسر ده يبقى واحد وعشان يبقى واحد صحيح لازم ياخد الدرجة النهائية وعشان ياخد الدرجة النهائية المفروض ياخد عشرين من كام عشرين من عشرين يعني حق الله بتعجيه عشرين بس هو مش عايزها بالزبط هو عايز اقل قليلا وهنا المجهول ايه المقام يعني مش بيسمع الكلام فانا مقدرش انفز واعمل الاقل لا انا مش هسمع الكلام فهعلي على العشرين فتبقى الجي بتاعتنا واحد وعشرين طيب تعالى بقى نفرق بين السؤالين الجايين اتنين وعشر على جيه اكبر قليلا من الاتنين فان تقدير قيمة الجيه تساوي والاتنين وعشر على الجيه اقل قليلا من التلاتة فانا تقدير قيمة الجيه تساوي سيبك من كلمة اكبر قليلا وخلينا نحاول نخليها كلها تساوي الاتنين بالزبط فانت لو بتتكلم عن حق الله فالمفروض لو انت هتساويها بالاتنين يبقى كأن ما فيش كسر هنا طيب احنا دلوقتي عايزين نخفي الكسر بجد وبحقه حقيقي يعني مفروض نعتبر ان الطالب ده كأنه ما جابش حاجة عشان يبقى هو كله على بعضه اتنين صحيح طيب كأنه ما جابش حاجة دي يعني كأن العشرة دي عشرة من كام احط كام في المقام يبقى كأن الطالب ده شوف هو جاب عشرة بس كأنه في عناية ما جابش حاجة يبقى معنى كده ان الدرجة النهائية دي كانت اكيد بعيدة قوي علشان انا اعتبر ان العشر درجات دول كأنهم مجوش تفتكر المقام ممكن يبقى كام والله يا ميس هو ممكن كده لو حضرتك مش شايفها يجيب حاجة خالص ممكن يجيب عشرة من مية مثلا صح انت صح يبقى كأن الجي دي مية طب ليه يا ميس ما نقولش عشرة من عشرين عشان عشرة من عشرين دي كأنه جاي بالنص وهو اقل بكتير ده ولا حاجة المفروض اصلا اشيل الكسر ده عشان لما اجي اراها اراها اتنين ده بقى عكس اللي تحتها هو بيقولك اقل قليلا من التلاتة سيبك من اقل قليلا احنا عايزين نسويها بالتلاتة بحق الله دي اتنين يبقى احنا هنا محتاجين واحد يعني محتاجين درجة نهائية فانا هكتب عشرة على العشرة ده ده حق الله بتاعها هو بقى بيقولك اقل وفي نفس الوقت المجهول ده موجود في المقام والمقام مش بيسمع الكلام فمش هيمشي اقل زي ما مكتوبة في المسألة لا هو هياخد العكس فهياخد الاكبر فمش هنقدر نكتب العشرة ذات نفسها بس ممكن نكتب حداشر فهمتو حبيبي؟ طيب يجي السؤال يقولك قدر المجموع او الفرق في المسائل الاتية تسعة وستة على الحداشر زائد اتنين وتلاتة على مية التقدير بتاعه هيبقى ايه ما هو قال لي قدر يعني ايه قدر اشتغل على الكسور المرجعية يعني يا اما واحد لو قريب من الدرجة النهائية يا اما نص لو قريب من النص يا اما صفر لو قريب ان هو ما يجيبش حاجة خالص طيب العدد الصحيح ملوش دعوة بالحوار ده كله التسعة ملهاش دعوة والزائد ملهاش دعوة والاتنين ملهاش دعوة مين اللي ليه دعوة؟ الكسور بستة على الحداشر نص الحداشر كام؟ نسيت يا ميس خلاص مفيش مشكلة ارجع خطوة عشرة نص العشرة كام؟ خمسة يبقى نص الحداشر كام؟ خمسة ونص وهو جايب كام؟ جايب ستة يعني ده كده الكسر المرجعي بتاعه نص طيب تلاتة من مية ده كأنه ما جابش حاجة يعني كأن الكسر المرجعي بتاعه صفر وطبعا ما قدرش اكتب صفر جنب اللي اتنين فهشيل الكسرة خالص كده يبقى تسعة جنيه ونص واثنين جنيه يبقى كده كل الفلوس اللي معايا كام حداشر جنيه ونص طب تعالى تاني اللي اربعة هي اللي اربعة وي اللي اتنين على التلاتة اتفقنا ايه؟ قالك والله ده جايب اتنين من تلاتة يعني خلاص كان فاضله شعر ويلمس الدرجة النهائية فانا هحط واحد زائد التلاتة ملهاش دعوة خمسة على الستة ده خلاص فاضله درجة ويلمس النهائية فانا هكتب واحد طيب اربعة وواحد خمسة خمسة وتلاتة تمانية وواحد تسعة طيب ليه يا ميس ما قلناش ان اللي اتنين على التلاتة دي قريبة من النص ما هو نص التلاتة واحد ونص لا اتفقنا قبل كده التلاتة وضعها مختلف ده جايب اتنين من تلاتة يعني ناقص درجة عن نهائية فانا قدامي حل من اتنين لما ييجي الطالب يسألني ويقول لي ميس هو انا جبت كام؟ لو اللي امتحان من تلاتة والولد جاب اتنين انا مش هكسر قلبه حبيبي اعتبر نفسك مقفل جايب الدرجة النهائية برافو عليك خلاص فهمنا التلاتة بس طيب تعال بقى في الطرح الستة ستة تلاتة على الاربعة المرجع بتاعها واحد صحيح ده قريب من الدرجة النهائية خلي بالك بقى دول كده اسرة واحدة يعني العلاقة ما بينهم جمع ودول كده اسرة واحدة فدي اللي اتنين هتنزل زي ما هي الخمس المرجعي بتاعه صفرة خلاص سيبك منه شيله كده بقى دي اتنين ودول مع بعض سبعة انا بجمعهم حتى لو المسألة نفسها طرح خلي بالك من الموضوع ده العدد الكسري على بعضه في جمع حتى لو المسألة طرح كده سبعة نائس اتنين خمسة طيب جميل واحدة طرح كمان اللي اربعة اربعة طيب تلاتة على خمسة هو نص الخمسة كام؟ اتنين ونص والولد جايب كام؟ تلاتة يعني المرجعي بتاعه نص والناقص ناقص الواحد هينزل زي ما هو سبعة من اتناشر الدرجة من اتناشر طب نص الدرجة يعني كام؟ ستة وهو جايب كام؟ سبعة يعني المرجعي بتاعه نص طيب بص كده على مسألة الطرح جي وقولي هنعمل فيها ايه؟ تعال ناخد الصحاح مع بعض أربعة ناقص واحد تلاتة نص ناقص نص راحه ماينفعش تقولي صفر لاني ماقدرش اكتب صفر جنب التلاتة فده راح مع ده طيب جميل تعال واحدة كمان العشرة عشرة السبعة الثمانية ده خلاص كان فاضله حاجة بسيطة ويقفل زائد واحد وزائد عشان احنا في نفس العدد الكسري في نفس الأسرة والناقص ناقص الخمسة خمسة واحد جايب أربعة من تسعة طيب هو نص التسعة كام؟ أربعة ونص والولد جايب كام؟ أربعة يعني الكسر المرجعي كام؟ نص طيب جميل دول كده حداشر ناقص خمسة ونص لو انت معاك حداشر جنيه وانا جيت خدت منك خمسة جنيه ونص يبقى تبقى لك كام؟ لو انت عارفها بالفلوس حلها طب لو مش عارفها خلينا نستلف من الحداشر فهنستلف منها واحد ويتبقى لها هي عشرة والواحد ده هيتحول درجة نهائية فهيبقى اتنين على اتنين زي المقام كده الصحاح مع بعض عشرة ناقص خمسة خمسة والمقام هينزل زي ما هو اتنين ناقص واحد واحد فبقت كده الاجابة خمسة ونص تعالى بقى نكمل خط اعداد السؤال بيجي يقولك ضع الكسور الاعتيادية والاعداد الكسرية القاتية على خط الاعداد مستعينا بالتقدير واحدة واحدة اه دي خط الاعداد بتاعنا طيب احنا كده كده عارفين ان اول حاجة عندنا الصفر افضل اكمل لحد كام يا ميس قالك بص على الاعداد الصحيحة الاعداد الصحيحة اللي عندك في السؤال يا اما واحد يا اما اتنين يا اما تلاتة فانت هتكتبهم لحد التلاتة اه ادي كده واحد اتنين تلاتة بس من مصلحتك تزود رقم كمان زيادة على اخر رقم للامان يعني فهتحط هنا اربعة طيب جميل وبعدين هو هنا بيقولك مستعينا بالتقدير ايه التقدير ده اللي هو الكسور المرجعية سبعة عالتمنتاشر اه والله ده نص التمنتاشر تسعة والسبعة قريبة من النص يعني الكسر المرجعي بتاعه نص طيب ده حق الله يعني ايه يا ميس يعني تقريبا اللي جايب سبعة من تمنتاشر ده التقدير بتاعه نص بس هو حق الله بتاعه لسه ما وصلش للنص لان نص التمنتاشر تسعة والولد ما حصلش التسعة ده يا دوبك جايب سبعة هسألك سؤال هو اه التقدير بتاعه نص بس هو حق الله جايب درجة قبل النص ولا بعد النص لا والله يا ميس هو جايب قبل نص الدرجة يبقى نهاجي هنا ده في الحقيقة نص فين؟ ما بين الصفر والواحد احنا بقى السبعة والتمنتاشر دي جايبين في الحقيقة بحق الله قبل النص فانا هاجي هنا احط سبعة والتمنتاشر وهو هنا كاتب لك النص ذات نفسه فانا الحمد لله عرفت قارن فين النص ما بين الصفر والواحد طيب هنا بيقول لك واحد وي واحد وثلاثين على الاثنين وثلاثين واحد وي يعني هو هنا عدى الواحد بس الكسر بتاعه خلاص قرى بيجيب النهائية يبقى هو فعلا عدى الواحد بس قبل الاثنين فانا هاجي هنا احط قبل الاثنين واحد وواحد وثلاثين على الاثنين وثلاثين طيب تعال اللي بعدها اثنين وواحد على التسعتاشر اثنين وي يعني عدى الاثنين طيب هل عدى الاثنين بشوية حلوين ولا عدى الاثنين بحاجة بسيطة قالك دا جايب واحد من تسعتاشر دا ولا حاجة يعني آه هو عدى الاثنين بس عداها بحاجة بسيطة فانا هاجي هنا اكتب اثنين وواحد على التسعتاشر طيب جميل تلاتة واربعة وعشرين على تمانية وعشرين تلاتة وي اربعة وعشرين على تمانية وعشرين يعني بعد التلاتة يعني في الجزء ده بس تقريبا كده في اي حتة قالك دا معلع التلاتة وجايب اربعة وعشرين على تمانية وعشرين دا كان فاضل له حاجة بسيطة ويقفل الدرجة النهائية واحد صحيح ونوصل للاربعة يبقى احنا لسه قبل للاربعة بشعرة فانا هحط هنا تلاتة واربعة وعشرين على تمانية وعشرين تعال تاني هنا عندنا الاعداد الصحيحة واحد واثنين وثلاتة فساعتها لو عملنا خط احداد كده هنبتدي بالصفر ونقل واحد ونسيب فاضي شوية اتنين وبعدين تلاتة ونزود واحد كمان للامان اربعة طيب سبعة وثلاتين على تمانية وثلاتين يعني خلاص قريب قوي من مين من الواحد الصحيح الدرجة النهائية بس هو في الحقيقة لسه ما قفلش الدرجة النهائية يعني هو قبل الدرجة النهائية بشعرة فانا هجي هنا قبل الواحد وحط سبعة وثلاتين على تمانية وثلاتين طيب تسعة على اربعين بالنسبة لنص الدرجة فنص الاربعين عشرين بس ده جايب تسعة يعني حتى مش النص ما بين الصفر والواحد في المسافة دي في النص بالزبط اللي هو النص لا ده جايب قبل النص فانا هجي هنا احط تسعة على اربعين بعد الصفر بحاجة بسيطة طيب واحد صحيح واحداشر على الاثناشر واحد ويه يبقى بعد الواحد طب فأي حتة بعد الواحد قالك ده كان خلاص داخل على الدرجة النهائية الجديدة ده كان فضله شعرة ويبقى واحد صحيح مع الواحد التاني يبقى اتنين يبقى احنا قبل الاثنين بشعرة فانا هجي هنا حط واحد واحداشر على الاثناشر طيب اتنين واربعة وعشرين على تمانية وعشرين اتنين صحيح واربعة وعشرين على تمانية وعشرين ده كان فضله حاجة بسيطة ويقفل الدرجة النهائية التالتة يعني كان المفروض خلاص فضله حاجة بسيطة ويبقى ثلاثة صحيح بس ده ما حصلش في الحقيقة فهو قبل التلاتة بشعرة اللي هي اتنين واربعة وعشرين على تمانية وعشرين هتتكتب هنا طيب اخر واحدة تلاتة ويه تلاتة اربع واحنا قيلين ان التلاتة اربع نص النص التاني طيب تلاتة ويه يعني بعد التلاتة يعني هتتكتب هنا هل هتتكتب في نص المسافة؟ لا التلات اربع معجي نص المسافة ده نص النص التاني فانا هجي هنا حط تلاتة وتلاتة على الاربعة طب ميس لو رجعت وراء شوية أو قدام شوية هيبقى فيه مشكلة؟ لا مش هيبقى فيه مشكلة بس المهم تفضل ما بين التلاتة والاربعة أقرب شوية للاربعة فهمت حبيبي؟ وبكده يبقى خلص الدرس ولو انت حقيق فهمت الدرس هتعمل اللايك الجميلة والتعليقات المحترمة اللي أنا بحبها ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل درس جديد وتنزل تحتك الوصفة هتلاقي لينك الامتحان ادخل حلل الامتحان عشان ترتحم الدرس ده خالص أشوفك على خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته